السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم في هذه الحصة عن لغتي الجميلة أرحب الطلاب والطالبات المضمين إلينا من فئة الصم وضعاف السمع سوف نتحدث اليوم عن ما تبقى لدينا من درس همزة الوصل والقطع أيضا وهمزة ابن وابنه كما يشاركني في لغة الإشارة الزميلة الأستاذة نسرين النصار نبدأ بارك الله فيكم نكمل ما تبقى لدينا من همزتي الوصل والقطع وهمزة ابن وابنه الأهداف التي سوف نحققها بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا اليوم كتابة همزة القطع وهمزة الوصل كتابة صحيحة كتابة مواضح حذف أو تحديد مواضح حذف همزة ابن وابنه تطبيق ما تعلمته إذن نحن في الظاهرة الإملائية همزة الوصل والقطع وهمزة ابن وابنه سوف نقوم بقراءة هذا المثال ثم نبدأ بالتطبيق حوله والمناقشة إن الإحساس بالمسؤولية في إطار المواطنة العالمية يفرض الالتزام بآداب التواصل مع أشخاص لديهم أصول وثقافات مختلفة وتحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله تعالى على إكرام من يعيش على أرضها واحترام التنوع الثقافي قال صلى الله عليه وسلم وأيما الله لو أن فاطمة بنت ابنة محمد سرقت لقطعت يدها أتامل القطعة السابقة وسأجد أن الهمزة في أول الكلمة المكتوبة بالأحمر تكتب فوق الألف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وتكتب تحت الألف إذا كانت مكسورة إذن تكتب فوق الألف وتحت الألف إذا كانت مكسورة فوق الألف في حالة الفتح والضم وتكتب تحت الألف إذا كانت مكسورة والمكتوبة باللون الأزرق لم تكتب الهمزة لماذا؟ لماذا أيها الأبطال؟ أحسنتم لأنها همزة وصل أما كلمة ابن فقد حذفت منها الهمزة تماما ولهذا قاعدة إملائية تتعلق بعدد حروف أصل الكلمة وأيسر طريق للتمييز وأيسر طريق للتمييز أن تسبق الكلمة بحرف الواو حرف الواو حرف العطف يكون قبل هذه الكلمة كي نستطيع أن نميز همزة القطع من همزة الوصل ثم تنطق فإذا نطقت الهمزة فهي قطع وإن لم تنطق الهمزة فهي وصل إذن إذا نطقت فهي همزة قطع وإذا لم تنطق فهي همزة وصل أقرأ الكلمات الملونة مع تطبيق قاعدة حرف الواو إذن الكلمات الملونة بالأحمر والأزرق إن الإحسان إطار الالتزام الأشخاص وصول ابن أرضها احترام إكرام أضف قبلها حرف الواو ثم أنطق الكلمة وسوف أحصل على الطريقة الصحيحة لنطق هذه الكلمة سوف يتبين معي أن الكلمات التي باللون الأحمر هي همزة قطع والكلمات التي باللون الأزرق هي همزة وصل أما ابن فلها قاعدة خاصة أقرأ الحوار الذي دار بين همزتي الوصل والقطع هذا حوار لطيف يشرح لنا طريقة كتابة الهمزة أيها الأبطال همزة الوصل أهلا بك يا صديقتي أنا وأنتي نكون دائما في أول الكلمة إذن همزة الوصل وهمزة القطع تكون دائما في أول الكلمة نكمل همزة القطع صدقتي أنا أكتب هكذا أنا أكتب هكذا أي أن تأتي الهمزة فوق الألف بهذه الصورة وتأتي تحت الألف بهذه الصورة إذا كانت مكسورة وأنتي تكتبين هكذا بدون همزة وهذه هي همزة الوصل همزة الوصل لكن المتعلمين يخلطون بيننا وهذا يفسد كتاباتهم ونحن الآن أمام مشكلة تحتاج حل همزة القطع ماذا تقول الحل سهل كما تعلمين يا صديقة أن الكلمات ثلاثة أنواع اسم فعل حرف ما رأيك لو تقاسمنا كل نوع ليسهل ذلك على الدارسين إذن سوف نقوم بتوزيع هذه الأقسام الإسم والفعل والحرف وسيتضح لدينا أن أغلب هذه الأقسام تكون في إما في القطع أو في الوصل يتبين معناه همزة الوصل حسن خذي أنتي كل الأسماء مثل أحمد إثار أم وسأخذ أنا سبعة أسماء فقط هي اسم ابن ابنة امرأ امرأة اثنان اثنتان إذن قبل أن نكمل هذه الأسماء السبعة تختص بالوصل إذن تبدأ بهمزة وصل معد ذلك جميع الأسماء همزة التي تكون يبدأ فيها الهمزة هي همزة قطع نكمل همزة القطع شكرا لك والحروف كلها قطع مثل إلى أن أو إلا إذا معدى أل أل التعريف فهمزتها وصل مثل الكتاب والقلم إذن الحروف دائما الحروف همزة قطع إلا أل التعريف فهي همزة وصل مثل الكتاب والقلم إلى آخره همزة الوصل أما الأفعال ماذا تقول همزة الوصل أما الأفعال فأنا أكون في الخماسي إذن همزة الوصل تأتي في الخماسي مثل انتظر 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 والسداسي مثل استفهم استفهم والأمر من الفعل الثلاثي مثل أكتب هذه همزة وصل إذن أركز على هذه النقاط الثلاث همزة الوصل تكون في الأفعال الخماسية والسداسية والأمر من الفعل الثلاثي لو نضع عليها دائرة أو نضع تحتها خط كي لا ننساها أيها الأبطال همزة القطع وَأَنَا أَكُونُ فِي الْرُّبَاعِ مثل أَسْلَمَ أَسْلِمْ وَالثلاثي مثل أَكَلَ فلنهتف جميعا ما أجمل كتاباتنا خالية من الأخطاء إذن الهمزة القطع تكون في الأفعال الرباعية كما يتضح أيضا نضع تحتها خط حتى تسهل علينا المراجعة والاستذكار لها إذن همزة القطع تكون في الأفعال الرباعية والثلاثي أيضا مثل أَكَلَ أَلَحَظ أضع كل كلمة في المجموعة المناسبة وأرسم الهمزة إذا كانت همزة قطع إذا أردت أن أصنف هذه الكلمات ماذا أفعل يا ربطال أحسنتم أضع قبلها حرف الواو وأنطقها مع حرف الواو مثلا أخ وأخ هذه أسل القواعد أو أطبق عليه ما تعلمته ما تعلمناه من الحوار الذي دار بين همزة القطع والوصل أخ ما نوع من الكلمة اسم أم فعل أم حرف أحسنتم اسم والأسماء كلها همزة قطع جميل إلا سبع ذكرنا هذه السبع إذن هي همزة قطع وهكذا مع البقية الكلمات المتبقية إما أن أضع قبلها حرف الواو أو وهذا المطلوب أن أطبق القاعدة التي وردت في الحوار بين همزة الوصل وهمزة القطع أحلل وأفهم في هذه الجمل سوف نقوم أولا بقراءة هذه الجمل ثم نتحدث عن ابن وابنه في هذه الجملة ولماذا تحذف أو تبقى ألف ابن الجملة الأولى أسلم على يديه كثيرون منهم عثمان ابن عفان والزبير ابن العوام لقب ابن أبي قحافة رضي الله عنه بالصديق يابن آدم اتق النار ولو بشق تمره سوف نتحدث بشكل تفصيلي أيها الأبطال عن ابن متى تكتب ألف ابن أو متى تحذف ألف أو همزة ابن أولا إذا وقعت بين علمين العلم الثاني هو أب للعلم الأول مثل عفان أب لمن لعثمان ولم تكن في بداية ابن ولم تكن في بداية السطر فإن الألف تحذف فإن الألف تحذف ثانيا والزبير ابن العوام الأول والزبير اسم العوام لقب إذن لم تقع بين عنمين فتكتب الألف لقب ابن أبي قحافة لقب فعل إذن لم يكن قبلها علم إذن فتكتب الألف أخيرا يابن آدم إذا أتت بعد حرف النداء فإن ألفها تحذف أو همزتها تحذف بهذه الصورة إذن أيها الأبطال هذا فيما يخص ابن أيضا هذا النشاط هذا النشاط يكون بين أفراد المجموعة في التأمل والتفكير وقمنا بشرحه لكم وهذه القاعدة فيما يخص ابن وابنه همزة ابن متى تحذف إذا وقعت بين علمين ثانيهما أب للأول كما لاحظنا قبل قليل في عثمان ابن عفان ولم تكن ابن أول السطر أحيانا ينتهي السطر بالعالم الأول وأكتب ابن عفان في السطر الثاني في هذه الحالة أضع الألف ولم تكن ابن في أول السطر كما ذكرت قبل قليل ثانيا إذا وقعت بعد النداء فتحذف الألف أما متى تثبت ألف ابن أولا إذا لم تقع بين علمين ثانية هما أب للأول الثاني إذا وقعت بين علمين ولكن جاءت في أول السطر وهي هذه التي كنا نتحدث عنها قبل قليل إذن هذه الخلاصة والقاعدة لابن وبنفس الطريقة أيها الأبطال ينطبق على الهمزة في ابنه حذفا وإثباتا ما ينطبق على الهمزة في ابن ننتقل أيها الأبطال إلى التطبيق الآن سوف نقوم بقراءة هذه الجمل ثم أطبق ما تعلمنا حول ابن أكتب كلمة ابن صحيحة في مكانها المناسب مما يأتي الجملة الأولى عمر ابن عبد العزيز رحمه الله خامس خلفاء الراشدين هل نكتب الألف أيها الأبطال أم نحذفها أحسنتم تحذف لأنها وقعت بين علمين أيضا أركز على هذه النقطة عند القراءة سوف أقرأها بصورتها الصحيحة فأقول عمر ابن عبد العزيز نطقا هي موجودة نكمل ابن تيمية علامة استفاد من علمه الكثير نكتب الألف أو نحذفها في ابن أحسنتم تكتب لماذا لأنها وقعت في بداية الصدر يا ابن زيد هل نكتب الألف في كلمة ابن يا ابن زيد أحسنتم لا تكتب لأنها أتت بعد نداء عبادة ابن الصامت رضي الله عنه هو أحد فرسان بني عوف هل نكتب ابن ألف ألف ابن أم نحذفها أحسنتم تكتب لماذا لأن عبادة علم والصامت لقب انكشف انكشف موقف اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسلم عالم من علمائهم هو عبد الله ابن سلام رضي الله عنه سوف أكتب ابن هل تحذف الألف أم تكتب عبد الله ابن سلام أحسنتم تحذف لأنها وقعت بين علمين بارك الله فيكم فائدة من خصائص اللغة العربية فصل اسم الابن عن أبيه أو البنت عن أبيها بابن أو ابنه وهو من التراث المجيد لذلك ينبغي الحرص عليه فلو سمعت اسم محمد عبد الله فلن يتبادر إلى ذهنك أن المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المفترض أن يكون محمد ابن عبد الله أكتب ما يملى عليه هذا التطبيق خاص بك مع معلمك سواء الطلاب والطالبات أيضا طريقته تقوم بالكتابة ما يملى عليك في هذا المكان ثم تقوم بعد تصحيح المعلم لك بكتابة الكلمات الخاطئة ثم التصويب هنا أتعلم هذا التطبيق هو عبارة عن واجب سوف أشرح لكم بشكل سريع أولا ألعب مع مجموعة هذه اللعبة بأكبر قدر من الكلمات المبدوعة بهمزة قطع إذن أستطيع أن أنقل هذا الجدول إلى الدفتر وسبقا تدربنا عليه وتعتبر من الألعاب التي نمارسها أحيانا نضع هذا الجدول ونأتي بإسم إنسان يبدأ بحرف بهمزة قطع أيضا حيوان جماد نبات بلاد فمثلا إنسان مثل أيمن حيوان مثل أسد جماد مثل إبرة نبات مثل أنناس بلاد مثل أبهى إلى آخرة وأنتم مطالبين بحلها وعرضها على المعلم فائدة لما سميت همزة الوصل بهذا الإسم لأنها حرف زائد يتوصل به إلى النطق بالحرف الساكن مثلا الفعل الماضي كتب والفعل المضارع منه يكتب ولصياغة الأمر منه نحذف حرف المضارع 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 فتصبح الكلمة كتبة ولغة العربية لا تبدأ بحرف ساكن لذلك زيدت الهمزة فتصبح أكتب في نهاية درسنا اليوم تطرقنا إلى هذه الأهداف كتابة همزة القطع وهمزة الوصل كتابة صحيحة تحديد مواضع حذف همزة ابن وابنة تطبيق ما تعلمنا في التطبيقات بارك الله فيكم إلى هنا وإياكم نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا ونلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم في نفس هذا الموضوع آملوا مراجعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر